وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ولضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 5 أطنان من السلع الغذائية بالإضافة إلى ضبط 49 طن السلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 31.5 طن السلع غذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 417 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن فضلا عن 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر